السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط نستكمل سويا إثراءات الثانية ولكن للفصل العاشر ذكرنا أن الوحدة الخامسة تتكون من فصلان الفصل التاسع يتكلم عن النباتات أما الفصل العاشر فيتكلم عن موارد البيئة وحمايتها في هذا الفصل لدينا درسان الدرس الأول موارد البيئة الدرس الثاني التلوث وحماية البيئة ماذا تعلمنا في هذا الفصل؟ نبدأ بالدرس الأول الأهداف نقارب بين الموارد الطبيعية المتجددة والموارد غير المتجددة كتابة قائمة باستعمالات الوقود الحفوري تحديد بدائل الوقود الحفوري المستخدمة الأهمية استخدام المصادر الطبيعية بحكمة مهم جدا في حفظ جميع أشكال الحياة على الأرض مراجعة المفردات الحمة الفوارة نبع ماء يتدفق منه ماء ساخن وبخار المفردات الجديدة الموارد الطبيعية الموارد المتجددة الموارد غير المتجددة النفط، الوقود الحفوري، الطاقة الكهرومائية، طاقة الرياح، التفاعلات النووية، الطاقة الحرارية الجوفية موارد البيئة الطبيعية تنقسم إلى قسماء موارد متجددة تشمل الشمس، الماء، الهواء، النبات، والتربة أما الموارد غير المتجددة فهي المعادن، الفلزات، والوقود الحفوري بالإضافة إلى بدائل الوقود الحفوري ما هي بدائل الوقود الحفوري؟ لدينا أيضا موارد متجددة وغير متجددة كذلك في البدائل؟ نعم حتى في بدائل الوقود الحفوري هناك المتجدد وهناك غير المتجدد الموارد المتجددة، الطاقة الكهرومائية، طاقة الرياح، طاقة الشمسية، طاقة الحرارة الجوفية، طاقة البحار والمحيطات أما الموارد غير المتجددة فلدينا فقط الطاقة النووية حيث بدأ يقل عنصر اليورانيوم نسبته في الأرض أسئلة اختبر نفسك السؤال الأول لخص أو لخص ما هي الموارد الطبيعية؟ ماذا نقصد بالموارد الطبيعية؟ نعم هي مواد خام نستخدمها أو يستخدمها المخلوق الحي حتى يستطيع البقاء أو تحسين حياته سؤال رقم اثنان قارن أو قارني بين الموارد المتجددة وغير المتجددة بالإضافة إلى إعطاء خمسة أمثلة لكل منهما ما هو المواد المتجددة؟ ماذا يقصد بالمواد أو الموارد المتجددة؟ نعم هي موارد طبيعية تتجدد باستمرار يعاد تدويرها ويتجدد أو تتجدد باستمرار في الطبيعة أما الغير المتجددة هي موارد أيضا طبيعية ولكن تستهلك بسرعة أكبر من تعويضها الأمثلا بالنسبة للمتجددة الشمس، الهواء، الماء، التربة والنبات أما الغير المتجددة فلدينا المعادن مثل النفط والألماس والفلزات كالذهب والحديد سؤال رقم ثلاثة صف أو صفي ما هي مزايا استخدام الطاقة النووية ومساوئها؟ ذكرنا أن جميع بدائل الوقود الحفوري لكل نوع من أنواع الطاقة هناك مميزات وعيو فما هي مميزات وعيوب أو مساوئ الطاقة النووية؟ المميزات هي طاقة متجددة نظيفة غير ملوثة للبيعة بالإضافة إلى أن المحطة النووية تولد طاقة كافية لتزويد ستمائة ألف منزل وتنتج مخلفات لا تزيد عن 1 متر مكعب وكذلك لا تحتاج لحرق الوقود أما عيوبها من عيوبها كمية عنصر اليورانيوم في القشرة الأرضية غير متجددة بدأت تقل وتنتج مخلفات ذكرنا أن مخلفاتها لا تزيد عن 1 متر مكعب لكن مخلفاتها تبقى نشطة إشعاعيا لآلاف السنين قد تضر المخلوقات الحية سؤال رقم أربعة صف أو صفي طريقتين تستخدم فيها الطاقة أو نستخدم فيها الطاقة الشمسية نعلم أن الطاقة الشمسية طاقة أيضا من بداء الوقود الحفوري وأيضا طاقة نظيفة لا تلوث البيئة فما الاستخدامات لهذه الطاقة؟ في ماذا يمكن أن نستخدمها؟ تستخدم بطريقة مباشرة لتوليد الكهرباء من خلال الألواح أو الخلايا الشمسية وأيضا قد تستخدم بطريقة غير مباشرة لتدفئة المنازل أو تسخين الماء كمثل الطباخ الشمسي سؤال رقم خمسة التفكير الناقد فسر أو فسري لماذا يحفظ الماء المستخدم في تبريد أنابيب المفاعلات النووية منفصلا عن الماء الذي يتم تسخينه لإنتاج البخار الذي يشغل التوربينات لتوليد الكهرباء نحن نعلم أن جميع الطاقة البديلة تعتمد على حرق الوقود انتقال هذه الطاقة الحرارية إلى التوربين تحول إلى طاقة حركية الطاقة الحركية تنتقل إلى المولد يحولها في مجال مغناطيسي من طاقة حركية إلى طاقة كهربائية الماء بعد ذلك يحفظ بعيدا المستخدم يحفظ بعد ذلك بعيدا عن العملية الاحتراق لماذا يحفظ بعيدا عنها ما يعود بنفس الاتجاه مثلا أو بنفس المسار لماذا؟ لأنها تمنع أو بهذه الطريقة نملع تلوث الماء بالإشعاعات النووية سؤال رقم 6 تطبيق المهارات حل المعادلة الخطية افترض أو افترضي أن سيارة تسير بمعدل 15 ألف كيلو متر كل عام إذا كانت السيارة تسير بـ 30 كيلو متر بلتر واحد من البنزين كم لتر تحتاج سنويا من البنزين؟ معادلة خطية إذن نقسم 15 ألفا تقسيم 30 يصبح لدينا 500 لتر من البنزين سؤال رقم 7 أيضا تطبيق المهارات ولكن استخدام النسبة تزداد درجة حرارة الأرض كلما زاد العنق هذه حقيقة علمية كلما اتجهنا في باطن الأرض زادت درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض قلت درجة الحرارة افترض أو افترضي أن الزيادة في درجة الحرارة على عمق 50 كيلو متر تساوي 500 درجة مئوية كم سيكون مقدار الزيادة في درجة الحرارة إذا كانت على عمق 10 كيلو متر؟ نحتاج أن نصمم أو نطبق معادلة مقدار العمق الأول يساوي مقدار العمق الثاني على درجة الحرارة الأولى على درجة الحرارة الثانية نعوض مقدار العمق الأول 50 ومقدار العمق الثاني 10 درجة الحرارة الأولى 500 أما درجة الحرارة الثانية هي المجهول إذن سين يرمز لها برمز سين نبدأ بعد ذلك بماذا؟ أحسنتم طرفين في وسطين ثم 50 ضرب سين يساوي 500 ضرب 10 نقسم على الخمسون من الطرفين فيصبح لدينا سين يساوي 5000 تقسيم 50 يصبح لدينا 100 إذن أصبحت كم الدرجة هنا؟ 100 درجة مئوية الدرس الثاني ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس؟ وصف أنواع تلوث الهواء تحديد أسباب تلوث الماء توضيح الطرائق التي تمنع تعرية التربة تمييز الطرائق التي تساعدنا على تقليل استخدام الموارد الطبيعية توضيح الطرائق التي تمنع تعرية التربة توضيح كيف أن إعادة استخدام الموارد الطبيعية يزيد من حمايتها والحفاظ عليها وصف المواد التي يمكن إعادة تدويرها الأهمية يمكنك المساعدة على حل مشكلة التلوث من خلال فهم أسباب التلوث إذا فهمنا أسباب التلوث إذن سوف نحافظ على البيئة كما أن حماية الموارد الطبيعية تحفظ هذه الموارد وتقلل من تلوثها مراجعة المفردات الغلاف الجوي طبق من الغازات تحيط بمن؟ بالكرة الأرضية المفردات الجديدة الملوثات المطر الحمضي الاحتباس الحراري ثقب الأوزون التعرية النفايات الخطرة إعادة التدوير أشكال تلوث البيئة لدينا تلوث هواء وماء وتربة من أشكال تلوث الماء الهواء لدينا الضباب الدخاني بسبب الغازات السامة المطر الحمضي والمطر يكون قيمته ضقم الهيدروجيني له 5.6 الاحتباس الحراري بسبب زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون كذلك استنزاف طبقة الأوزون بسبب مركبات كلورو فلورو كربون وأخيرا تلوث الهواء داخل المباني بسبب أيضا الغازات السامة تلوث الماء يصاب تلوث الماء في جميع المسطحات المائية الثلاثة وهي المياه السطحية والبحار والمحيطات والمياه الجوفية تلوث التربة يكون إما فقدان التربة أو تلوث التربة بالمواد الكيميائية من أساليب وطرق حماية الموارد الطبيعية الممارسات السلوكية الصحية أو الصحيحة كالوعي ومعرفة مسببات التلوث استخدام وسائل النقل العام المشي وركوب الدراجة فصل وتوزيع المخلفات المنزلية حسب الحاويات المخصصة بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وهو استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وبكفاءة عالية للحد من هدرها هذا الترشيد قد يكون ترشيد ماء أو ترشيد كهرباء أو ترشيد استخدام أو استهلاك منتجات الوقود الحفوري أما إعادة الاستخدام هو استخدام المادة أكثر من مرة دون الحاجة إلى معالجة كيميائية أو تغير كيميائي أما إعادة التدوير فهي شكل من أشكال إعادة الاستخدام أيضا يحتاج إلى معالجة وإعادة تصنيع لذلك هو يستهلك طاقة أكبر أنشطة تختبر نفسك سؤال الأول أذكر أو أذكري أربعة طرائق يؤثر بها تلوث الهواء في البيئة ما هي الطرق التي تؤثر في تلوث الهواء؟ ضباب الدخاني بسبب الغازات السامة المطر الحمضي أيضا الاحتباس الحراري بسبب زيادة غاز ثانيكسيد الكربون واستنزاف طبقة الأوزون بسبب مركبات كلورو فلورو كربون سؤال رقم اثنان وضح أو وضحي كيف تؤثر زيادة أعداد الطحالب في المخلوقات الحية الأخرى الموجودة في البحيرة نفسها أو في أي مسطح مائي كيف تؤثر هذه الطحالب نبدأ حينما تتسرب المواد الكيميائية سواء الأسمدة أو اللمطار الحمضية في المياه السطحية أو حتى في البحار والمحيطات سيؤدي إلى نمو الطحالب بكثرة بعد ذلك ستموت هذه الطحالب ماذا يؤدي أو من يقوم بتحليلها البكتيريا تقوم البكتيريا بتحليل هذه الطحالب حتى تقوم بعملية التحليل ستحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين الموجودة في الماء وبالتالي سيقل نسبة الأكسجين في الماء ومن ثم يؤثر علما المخلوقات المائية كالأسماك وبالتالي ستموت هذه الأسماك مما يؤثر في النظام البيئي كاملا سؤال رقم ثلاثة صف أو صفي ما هي أسباب استنزاف طبقة الأوزون وما النتائج المترتبة عن زيادة هذا الاستنزاف نعم تتسرب مركبات الكلورو فلورو كربون في الغلاف الجوي ببطء حتى تصل إلى طبقة الأوزون مما يؤدي إلى استنزاف هذه الطبقة بالتالي سيسبب زيادة مرور كميات كبيرة من الأشعة من فوق البنفسجية هذه الأشعة تسبب أضرار على المخلوقات الحية ومنها سرطان الجد سؤال رقم أربعة صف أو صفي ثلاثة أفعال على الأقل يمكننا القيام بها لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كيف نحافظ على الموارد الطبيعية طبعا من خلال إعادة التدوير المشي وركوب الدراجة يقلل من استهلاك الوقود كذلك ترشيد استهلاك الكهرباء أيضا سيقلل من استهلاك أو احتراق الوقود الحفوري سؤال رقم خمسة صف أو صفي كيف يمكنك إعادة استخدام ثلاثة أشياء يتخلص منها الناس عادة عندنا أو لدينا أشياء كثيرة في المنزل نقوم بالتخلص منها كيف يمكن إعادة استخدامها وتقليل النفايات مثلا تخزين الماء في العلب البلاستيكية وخاصة ذكرنا جميع النواع البلاستيكية التي تحتوي على الرقم خمسة ماذا آمنة وبالتالي يمكن إعادة استخدامها كذلك استخدام الأكياس البلاستيكية التي توضع في الخضروات عند شرائها واتخاذها فيما بعد كأكياس نفايات بدلا من نرميها نستخدمها كأكياس نفايات أيضا استخدام الأكياس القماشية أثناء التسوق بدلا من كثرة استخدام المنتجات البترو كيميائية سؤال رقم ستة أيضا جزئين السؤال الجزء الأول من هذا التفكير الناقد كيف تؤثر النفايات الخطيرة الموجودة في مكبات النفايات في المياه الجوفية هل المياه الجوفية آمنة من التلوث؟ لا أيضا ستصاب بالتلوث وبالتالي حينما تتسرب النفايات الخطيرة من خلال التربة إلى القشرة الأرضية حينما تتسرب إلى القشرة الأرضية وتصل إلى الخزان الجوفي ماذا سيحدث؟ تصل إلى المياه الجوفية ومن ثم تتلوث المياه الجوفية وتصبح سامة أو ضارة للمخلوقات الحية وبالتالي أيضا نؤثر على حياة المخلوقات الحية والنظام البيئي بالكامل سؤال رقم ستة الجزء الآخر من التفكير الناقد لماذا تعد عملية إعادة الاستخدام أفضل من إعادة التدوير؟ أي الرمزين يدل على إعادة الاستخدام؟ أحسنتم هذا الرمز هو إعادة الاستخدام أما هذا فهو إعادة التدوير لماذا يفضل إعادة الاستخدام عن إعادة التدوير؟ نعم لأن كمية الطاقة المستخدمة في إعادة الاستخدام أقل أما في إعادة التدوير نحتاج إلى طاقة أكبر لماذا؟ لأن إعادة الاستخدام أستخدم الشيء مرة أخرى دون معالجة سؤال رقم سبعة تطبيق الرياضيات حل معادلة ذات خطوة واحدة محلول الذي رقمه الهيدروجيني له بي اتش أربعة أكثر حموضة عشر مرات من المحلول الذي رقم الهيدروجيني له خمسة والمحلول الذي بي اتش له خمسة أكثر حموضة عشر مرات من المحلول الذي رقمه الهيدروجيني بي اتش ستة كم تزيد حموضة المحلول الذي له رقم أربعة بي اتش أربعة على المحلول الذي رقمه ستة بي اتش ستة هذه معادلة ذات خطوة واحدة وبالتالي نريد أن نستخدم من؟ نعم نحتاج إلى الرقم الهيدروجيني العداد للرقم الهيدروجيني ذكرنا من صفر إلى ستة حمضي سبعة متعادل ثمانية إلى أربعة عشر قاعدي هنا حسب ما ذكر في هذه المعادلة في هذه المسألة المحلول الرقم الهيدروجيني أربعة يزيد عن ستة بمقدار مئة مرة لماذا؟ شاهدوا معي من أربعة إلى خمسة عشرة الزيادة هنا عشرة من خمسة إلى ستة الزيادة عشرة المطلوب السؤال من أربعة إلى ستة سوف أقوم بعملية ضرب عشرة في عشرة مئة إذن الزيادة مئة ولذلك جميعنا علينا أن نكون لطفاء مع البيئة لسلامتنا وسلامة الآخرين فمان الله ترجمة نانسي قنقر